على مدار ثلاثة أيام من التثقيف الفكري والمعرفي والتنمية للرصيد المعلومات لخمسين طالبا من محافظة ذيقار استعنف الشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية نشاطاتها التثقيفية التي تستهدف الطلبة من مختلف محافظات العراق بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد باشر الشعبة العلاقات الجامعية والمدرسية التابعة لقسم العلاقات العامة في العتبة العباسية المقدسة مع انطلاق العام الدراسي الجديد باستضافة مجموعة من الطلبة والبالق على درم حمسين طالب من محافظة تربية الذيقار بالتنسيق المسبق مع الطلبة المنسيقين داخل التربية وعد أيضا لهم برنامج متكامل وعلى مدار ثلاثة أيام البرنامج احتوى على ورش تنموية ورشة مجموعة مدربين أيضا تابعين العتبة العباسية المقدسة والاقسام فيها برنامج مكثف تضمن محاضرات إرشادية وتنموية وتوعوية وطبية ألقاها أساتذة المختصون إلى جانب جولة ميدانية لمشاريع العتبة العباسية المقدسة للإطلاع عليها وبيان ما وصلت إليه تلك المشاريع التي تقدم خدماتها للمجتمع من خلال إثبات الهوية الوطنية وتحقيق الاكتفال ذاتي وتشغيل العياد العاملة خذنا في بداية المخيم أو في بداية الدورة كثير من الدروس والتدريب أول شيء الإسعافات الأولية كثير من الأمور التي تفيد في الجانب الاجتماعي والجانب الأكثر من الأكاديمي التي معمول في المحافظات البقية وحقيقة أدهجنا العمل المتواصل والمستمر للعتبة العباسية ضمن هذه الفعاليات والكفاءة العالية التي قيناها بهتش مشاريع مثل المخازن مثل المطابع التي ضمن مشاريع العتبة العتبة العباسية المقدسة تولي اهتماماتها بالشباب لكونهم اللبنة الأساسية في المجتمع فعملت مشاريع ثقافية كثيرة من بينها مشروع فتة الكفيل الوطني الذي يعد من نشاطات شعبة العلاقات الجامعية والمدرسية فيها ويصب في خدمة شريحة الطلبة من أجل المساهمة في ترسيخ وتجدير مبادئ الدين الإسلامي وتعاليمه وزر حب الوطن والمواطنة في نفوسهم